لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الظافرة للمفقودين والأمن والسلام والاستقرار للنازحين واللاجئين السودانيين في كل بقاع الأرض والمواطنين في كل أركان الوطن الحبيب أطل عليكم اليوم في الذكرى السادسة والستين لاستقلال بلادنا والذي يصادف أيضا الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة في مثل هذه الأيام من العام 1956 توج السودانيون رحلة كفاحهم الطويل بنيل استقلال مستحق أكدت معانيه ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018 حيث خرج الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني شاهرين هتافات تشق عينان السماء ينشدون الحرية والسلام والعدالة في ثورة سلمية أسهرة العالم لقد كانت كلمة السر والشفرة في كل هذه الثورات ونجاحها هي الوحدة وحدة الرؤية والهدف أيها المواطنين الشرفاء لقد واجهت حكومة الفترة الانتغالية تحديات جسام أمها تشويها الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية الخانقة والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وقيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية كل هذه التحديات تعاملت معها حكومة الفترة الانتغالية منذ فجرها الأول إلا أننا بجهد جماعي مع المخلصين من أبناء الوطن الأوفياء قد استطعنا تحقيق بعض الإنجازات في مجال السلام حيث وقعنا اتفاق سلام جبا مع عدد من قوة الكفاحة المسلح ورغم العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا الاتفاق إلا أنه قد أسهم في إسكات صوت البندغية وإحياء الأمل لملايين اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح من الفغراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت كل الظروف وتغلبات المناخ من برد وحر ومطر يعانون الجوع والمرض وسوء تغزية الأطفال وإنعدام التعليم وكافة مقاومات الحياة الكريمة وإتاحة الفرص للتعافي الوطني والسلام المستدام وبزلنا جهدنا في بسط الحريات عبر إلقاء الغوانين المغيذة الحريات وعلى إخراج بلادنا من عزلتها الدولية ورافعها من غائمة الدول الراعي الإرهاب وإعادة دمجها في المجتمع الدولي وقدمنا الكثير من حزم المعالجات الهيكلية في الاقتصاد ودخلنا في مبادرة إعفاء ديون الدول الفغيرة المثغلة بالديون وكان من المأمول إعفاء 90% من ديون السودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي عند الوصول إلى نقطة الإكمال وقد كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حل حالة كل القضايا نجحنا في بعض الملفات واخفغنا في بعض الآخر أيها الشعب السوداني العظيم المعطاء الله لتأقول أن شعبنا قد حقق المعجزات على مر تاريخه عندما توحدت إرادته وهدفي فتحققت كل هذه السورات بالإرادة الجمعية وما يجدر ذكره في هذا المغام أن قبول التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2017 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري وهو ما غمت بالتبشير به كنموزج سوداني متفرد إلا أنه لم يصبب بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها وزاد على ذلك الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشركين الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع ممن حسب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات أخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكونات المختلفة فظاهر الخطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر وانسد أفق الحوار بين الجميع كل ذلك جعل مسيرة الانتغال هشة وملئة بالعقابات والتحديات طبعا لذلك اتدرنا عدد المبادرات منها مبادرة رئيس الوزراء الموسومة الأزمة الوطنية وقضاء الانتغال الطريق إلى الأمام في يونيو الماضي والتي لم تجد أذنا صاغية وجاءت بعدها خارطة الطريق في 15 أكتوبر 2021 حوض أفكارا ورجاءات لنبز الفرقة والشتات والكف عن لغة التجريح والتخوين ووقف التصعيد بين مختلف الأطراف والجلوس للتحاور والنغاش وإعطاء وإعلام مصلحة الوطن على كل مصلحة ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة 6 زايد 1 في 18 أكتوبر الماضي الداعية إلى إجراء حوار بين كافة مكونات الحكم وهو الثورة والتي زهبت إلى الأخرى أدراج الرياح وحتى بعد قلاب الخامس والعشرين من أكتوبر قمنا بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدن الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق صراحة المعتغلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين والتمسك بالوسيقى الدستورية الحاكمة للانتقال ولم يكن ذلك الاتفاق سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار والاتفاق على ميساق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة لجميع هي تنفيذ اتفاق سلام جبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد أحمد النور والاهتمام بالاقتصاد ومعاشى الناس وبسط الأمن وحسم النزاعات الأهلية والتفلتات الأمنية وتحقيق السلام المجتمعي في كل أنحاء السودان والاستعداد لانتخابات وفق رؤية توافقية بين كل الأطراف لغانون الانتخابات ونظام الحكم ومختلف القضايا الدستورية حتى نضع أساسا متينا للتحول المدني الديمقراطي الحلم الذي دفع عشرات الآلاف من أبناء وبناء وبنات وطننا ثمنا له وهذا ما لم يتحقق هو الآخر أيها الشعب السوداني الضائر قد طلبتم أسمى الغايات من حرية وسلام وعدالة ودفعتم مهر ذلك دماء ذكية سقط هذه الأرض الطاهرة فأنكم مغينين بالنصر الذي يتحقق بالعزم والصبر والمثابرة والتكاتف ونبز الفرغة وإلى الشابات والشباب في ليان المغاومة لقد أبليتم حسنا وكان صمودكم ملهما وشكلتم ملامح سودان جديد سودان لا تمييز فيه على أساس قبيلة أو لوم أو جهة قد نلتم احترام الجميع وملكتم الحاضر ولا شك أن لكم كل المستقبل انتودتم هذا الحماس الثوري بالتوافق على برنامج للبناء والمشاركة في وضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور فيما تبقى من عمر الانتقال واعلموا أن الحياة من يجل تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفا على الاستشهاد في سبيل هذه الغايات والثورة دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلا أسأل الله أن يحفظكم إلى قواتنا المسلح جيش دعم سريع شرطة مخابرات وكل الأجهزة النظامية والأمنية أقول أن الشعب هو السلطة السيادي النهائية وأن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه وهي منه وإليه ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والإحترام وتوفير كل ما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار جيش واحد شعب واحد وحينها لن يكون على الخوف على مستقبل البلاد وأمنها ومستقبلها وحكمها الديمقراطي المدني كما دعوني أشكر في هذا المغام كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب المحبة لحرية وسلام والعدالة التي آمنت بهذه السورة المرهمة وهذا الشعب العظيم قد كانت وقفتكم رائعة في دعم تطلعات الشعب السوداني وحقه في الحرية والعيش الكريم ولن ينسى لكم شعبي الشكور هذه الوقفة التي نأمل أن تستمر ويتواصل دعمكم السقي في كافة المجالات وليكن ذلك الدعم تبادل للمصالح فواطننا لا تنقصه الموارد في باطن الأرض وظاهرها وإنسان السودان عفو أكرم من أن يعيش على الهبات والمعونات فهذه دعوة للمستثمرين في كل مكان وفي مختلف المجالات لبناء شراكات تنموية واستثمارية تعود بالنفع على الجميع أيها الشعب الكريم لقد ألهمتني ثورة ديسمبر كما ألهمت الملايين في مختلف أنحاء العالم بصمود شاباتها وشبابها الأسطوري وبشعاراتها التي جسدت تطلعات الإنسان في أقصى مراقه وبتوحد كل أبناء وبنات السودان في إنجازها فلبيت نداء وطني كواحد من أبناء هذه الأرض الذين تداعوا لبناء بلدهم من كل حد وصوب وهم يشدون وأنا معهم إننا شعب عظيم ولنا إرث من الحكمة والحلم وحب الكادحين وولاء حينما يكذب أهليه الأمين ولنا في خدمة الشعب عرق لقد نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذا المشوار أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا في واقع وعر المسالك كنت أعرف تحدياتي قبل وتجارب الشعوب من قبلنا تقول إن أصعب الحكومات يا حكومات الانتقال وقد كنت طوال هذه المدة موغنا بالنصر إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديمقراطي بين مختلف مكونات الحكم وقوى الثورة وطالما بشرتكم بالعبور والانتصار متى ما توفرت هذه المطلوبات الثلاث ولا أزال أقول إن الثورة ماضية إلى غياتها وإن النصر أمر حكمي فشدوا الهمة وجدوا في الطلب واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار أيها المواطنين الشرفاء وخاطبكم اليوم بعد انقطاع تطاولت أيامه وزاد همسه والتباسي وبلادنا تعبر مياه شديدة الاندفاع وتتجازبها تيارات بالغة الخطورة وخشتكم على المستقبل ومستقبل البلاد كانت خشتي وكحرصكم عليها كان حرصي وكحبكم لها كان حبي وولائي لكم ولترابي إن الأزمة الكبرى اليوم في الوطن هي أزمة سياسية في المغام الأول ولكنها تتمحور وتتحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة لذلك وددت أن أخاطبكم اليوم لأنكم السلطة العليا بالنسبة لنا بعض الله ثم الضمير الحي ولأنكم أصحاب الأمانة الوطنية والثورية وبكم نهتدي ولكم ومعكم نعمل سويا بلا تراتبية ونحن نؤدي معا شعير مغدسة اليوم الحصة وطن وطن لنا جميعا شبابا وشيبا نساء ورجالا الشعب السودان العظيم تظل الحكمة هي التي ميزت تكوين السودان الحديث حيث كانت محطة الاستغلال التي بلزت فيها مقدرة الشخصية السودانية على خلق فرص التوافق والإجماع حفاظا على وحدة الوطن وتماسكه وصولا إلى أهداف استراتيجية أسمى وما أشبه الليلة بالبارحة مشكلة الوطن الكبرى أي كلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية وهي من نوع المشكلات التي تصر في واقع ما بعد صغوط الأنظمة الشمولية وما بعد توقف الحروب الأهلية وهذا التوصيف ينطبق تماما على الواقع السوداني الماسل والمتفرد أيها الشعب الكريم من الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود من تاريخ الوطن هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارط الطريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدى الوثيقة الدستورية يا جماهير شعبنا الأبي لقد منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والمفعن بالأمال ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقائها كليا إن لم يتم تداركه وعيلا في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال ورغم ما بزلت هيحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء ولكن ذلك لم يحدث كما أود أن أطلعكم بأنني خلال اليام الماضية التغيت بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكونات السياسي والعسكري والشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم شعبي الكريم وبناء على كل ما ذكرت فإنني قد غررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناغذة وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للمشمل حافظ الله السودان وشعب السودان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته